الشيخ يكفر الصحابة على حد تعبيره وعمر بالذات فهل لأن عمر هو فاتح بلاد فارس عشان ترى بم فارس يعني ما لشغل هذه هي المشكلة شوف يا أخي الطرف المعادي يعني العدو لا يجابه كما على الأسف بالحجاج وبالبرهان وإنما يحاول إثارة النعرات القومية خلافا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى فيريد هكذا أن يختزل التشيع العظيم بالفرس يقول هي قضية فرس مجوس انتحلوا الإسلام ودخلوا في الإسلام حتى يهدموا الإسلام من الداخل وكل شيعي صفوي كل شيعي مجوسي كل شيعي فارسي وهذا جهل منهم بالتاريخ ومع الأسف كبراؤهم يعلمون أن هذا نوع من الاستجهال لكن يستجهلون به أبناءهم هم الآن الخطاب الرسمي البكري هو هذا المجوس الشيعة المجوس الشيعة الإيرانيين الشيعة صفويين الفرس مع أنه يا أخي منبت التشيع وأساس التشيع وأصلا التشيع أركان كلها عربية بالأصل التشيع عربي متى عرف الفرس أصلا التشيع ما عرفوه إلا في زمان متأخر التشيع أين نشأ يعني مهد التشيع مهد التشيع دعا كالمدينة المدينة المنورة حيث كان النبي صلى الله عليه وآله قد أشار علي وشيعته هم الفائزون ومعروف هذا في التواريخ أنه جماعة كانوا يعرفون مما يسمون الصحابة وكانوا يعرفون باسم الشيعة شيعة عليا منهم مثلا المقداد منهم مثلا عمار منهم سلمان منهم أبو ذر خالد بن سعيد بن العاص جابر إلى آخره دعا كهذا متى ظهر التشيع كظاهرة واضحة المعالم ظهر في العراق في الكوفة في القبائل العربية الموجودة في الكوفة القبائل اليمانية والقبائل القحطانية والقبائل الموجودة هناك تشيع يعني التشيع عربي أصيل حتى النخاء فهذا شيء معروف وظل على ذلك الحال ألف سنة يعني من بدء الإسلام إلى ألف سنة كان التشيع فقط في المناطق العربية تقريبا لأنه حتى من نقل التشيع إلى إيران وإلى مثلا بعض البلاد الأعاجم إنما نقله من العرب يعني قبيلة قبيلة الأشعري هؤلاء الأشعرية انتقلوا من الكوفة إلى قم قم المقدسة الآن نقلوا معهم التشيع إلى ألف سنة كانت إيران كلها بكرية أصلا شعب إيران الفرس فتحوا أعينهم على الإسلام البكري العمري لأنه متى دخل الإسلام في إيران في بلاد فارس دخلها في زمان عمر بن الخطاب لما فتحت فارس فهم فتحوا أعينهم على هذا الإسلام على النسخة العمرية لا على النسخة العلوية مراصلة لا على أحسنتم لا على الإسلام الحق أصلا ما كانوا يعرفون شيئا إلى ألف سنة إيران كانت بكرية ولكن الذي حصل وكان فيها بعض الشيعة ولكن في جيوب محدودة جدا شوية في قم شوية في الري شوية في بعض الأماكن هكذا وكانت قبال عربية مهاجرة يعني ما كانوا فرس فرس مثل قبيلة الأشعري مثلا الذين ينتسب إليهم الشيخ الصدوق على سبيل المثال يعني وهكذا فهؤلاء ما كانوا يعرفون شيئا عن التشيع الإيرانيين ما كانوا يعرفون شيئا عن التشيع إلى أن ماذا حصل واحدة من العوائل العلمائية البكرية العمرية تشيعت عائلة صفي الدين الأردبيل الشافعي هذا رجل شافعي من علماء الشافعية كان موجود في أردبيل في إيران وهذا أساسا لا أذربيجان أصنهم يعتبر فعلا يتحال هذا الرجل تشيع ومن ثم من بعد تشيعه انتقل هو إلى التشيع أبناؤه أيضا تشيعوا من بعده واحد من أحفاد اسمه إسماعيل شاب هذا الشاب تأثر بسبب الوضع القائم والمظالم التي كان يتعرض لها الشيعة في إيران فقام وأسس دولة شيعية هناك سوى ثورة وانقلاب سوى وأعلن دولة شيعية وهذه الدولة الشيعية تمددت شوية شوية فمن ثم تحول الشعب الإيراني أو الشعب الفارسي هذا تحول إلى التشيع قبل أربعمائة خمسمائة سنة فقط فكيف تقول إن التشيع أصله فارسي؟ مع الأسف إنه نوع من استجهال الذات ولا أقول فقط استجهال الناس يعني يستغبي نفسه هذا الذي يتحدث بمثل هذا المنطق وثم تأتي قضية أنه أنتم تكرهون عمر بن الخطاب لأنه فتح بلاد فارس هذا أيضا حقيقة نوع من الجهل خباء طيب سؤال ليش إحنا ما كرهنا مثلا مالك بن عفوا مالك الأشتر ليش ما كرهنا خو هو فتح فارس الحملات التي كانت تقع لفتح بلاد فارس كان قائدها في قسط أو في قسم كبير منها كان مالك الأشتر ما كرهنا ما قلنا شيئا عنه يعني ما هذا الاستغباء والاستجهال لأن عمر فتح فارس أولا هو عمر ما فتح فارس عمر كان قابعا في مكانه يعني هو لم يقم بالدور إنما كان هذا حال الفتوحات والغزوات التي تقع آنذاك وإنما الذين قاموا بدور حقيقي في فتح بلاد فارس كانوا يعني قواد الجيش قسم منهم كانوا من الشيعة المعروفين بالتشيع ولا كرهناهم ولا أبغضناهم القضية ليست هكذا ثم على فرض أنه كانوا مبغوضين طيب كان عمر محبوب الإيرانيين وكان محبوب الفرس جميعا لألف عام ألف عام كانوا هكذا يحبون عمر مفتونين بعمر مفتونين بعائشة ولكن بعدين شي سوون واحد منهم متشيع قال أنا أسوي لكم دولة يقولوا لأ لا يعني يعني إحنا الشيعة أنه يطلع لنا واحد الآن يقول أنا أسوي لكم دولة واحد متشيع مثلا نقول لأ لا من قول لأ لا شو نسوي يعني مثل القذافي القذافي قبل كم سنة طلع لنا بطلع هالشكل قال أنا أعيد إحياء الدولة الفاطمية يعني في شمال أفريقيا قال أنا أسوي دولة فاطمية خلص إحنا الشيعة وإحنا فاطميين نقول لأ لا يعني من قول لأ لا إحنا شنسوي إذا واحد منكم يتشيع يأسس دولة بعدين يتصير على راسنا شنسوي إحنا فإذن عليكم أنه تكونون شوية محترمين في الطارح يا أخي قضية كره عمر نعم نحن نكره عمر ولكن يكرهه العرب الشيعة قبل الفرس الشيعة قبل التركمان الشيعة قبل المصريين الشيعة قبل المغاربة الشيعة قبل الأعاجم الشيعة يكرهه العرب قبل كل شيء آخر والسبب أنه كان ظالما للرسول ولأهل بيت الرسول صلوات الله عليهم ومحرف للدين ومزيف للدين نحن بيننا وبين عمر دم افهم لهذا السبب نحن نكره عمر وأي دم دم رسول الله صلى الله عليه وآله دم الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بيننا وبين عمر ثارات لأنه أفسد في الدين أبدع في الدين الآن عندنا مشكلة هاي صلاتكم هاي جاءتكم من عمر الخطاب شنسوي إحنا فنكره عمر قلنا أكثر من مرة التشيع يقوم على العدل نحن لا نشخصن الدين ما عندنا عبودية لأشخاص ولا مبغوضية لأشخاص بما هم أشخاص أبدا إنما الذي عندنا مبادئ من يكون منسجما مع هذه المبادئ نحن نحترمه من لا يكون منسجما مع هذه المبادئ نبغضه قل لي إذا كان الأمر قضية تشيع يعني فرس وعرب عجم وعرب كما تحاولون أن تصوروا القضية ويعني تزيفوها على هذا النحو لماذا نحن نكره بعضا من أبناء الأمة عليهم والسلام ليش يعني ابن الإمام الصادق الإمام الصادق إمامنا وسيدنا عليه السلام ليش نكره ابن عبد الله وهذا عربي ابن عربي لا فتح فارس ولا داس على ذيل واحد فارسي ليش نكره هذا عبد الله بن الصادق نفس القضية كان منحرف انحرف ابن إمام معصوم لكن منحرف مثل ما ابن نوح ابن واحد من أنبياء أولي العزم لكن منحرف نبغضه اليوم نحن نبغض قادة الفرس حتى هذه الدولة الصفوية الدولة الصفوية التي كانت أول دولة شيعية في إيران وأسسها المتشيعون الصفويون أيضا نحن لا نسلم بأنها كانت دولة عادلة لنا عليها ملاحظات ومؤاخذات إذا كان الأمر مجرد هوى فارسي قومي كما يضحك به عليكم كبراءكم لماذا نحن نوجه في كتبنا انتقادات للدولة الصفوية وللشخص هذا إسماعيل الصفوي بعض من علمائنا قالوا عنه أنه كان ظالم إلى هذه الدرجة ماذا تقول أصلا على مر التاريخ أنت تشوف من أول دولة شيعية قامت في إيران إلى يومنا هذا ما تجد دولة شيعية واحدة قامت في إيران إلا وهناك نصيب أو طائفة من العلماء ضد هذه الدولة من علماء التشيع دولة صفوية كان أكد ضدها جماعة من علماء الشيعة القاجارية نفس الشيء الشاهن شاهية لما جاءوا هذا رضا بهلوي وكذا هذولهم كانوا ضدهم إلى يومنا حالي حتى حكومة خامنة جزء من علمان ضدها فماذا تقول القضية مو قضية أنه احنا مجرد فورس وكذا مو صحيح مبدأ التشيع كان عربيا تاريخ ورجالات معظمهم عرب أصلا الذين نقلوا التشيع إلى إيران كانوا العرب كانوا عرب من العراق ومن جبل عامل من لبنان هؤلاء الذين تشيعوا بلاد فارس ومن الذين شيعوهم هذه العائلة وهذه العائلة أسس الدولة لا أكثر من هذا